اشتركوا في القناة تقنية المعلومات قسم العلمي نبدأ عرب راكة الله بداية أول درس في الفصل الخامس المصفوفات نعرض عنوين الدرس لهذا اليوم مفهوم المتغير حجز موقع لمتغير في الذاكرة المصفوفات أشكال المصفوفات أنواع المصفوفات نبدأ في البداية في البداية نشرح على المتغير ولابد أن نفهم المتغير قبل أن ندخل فيه المصفوفة ومفهوم المصفوفة بما أن نخدناه سابقا ويعتبر كأنه مراجعة لسنة ثانية ثانوي اللي هو مفهوم المصفوفة أو ماذا تعني المصفوفة قبل أن نخش فيها نخش في المتغير ماذا يعني المتغير وشين هو المتغير بداية المتغير هو عنوان لتخزين فئة الذاكرة مرتبط باسم رمزي وقد يحتوي على عدد معلوم أو غير معلوم من المعلومات أو ما يطلق عليه اسم قيمة يعني المتغير ناخدناه قبل اللي هو عبارة عن رمز يعني ممكن يكون X أو Y أو Z أو ممكن تكون كلمة لكن الكلمة هذه مخزنة في الذاكرة وبتكون في مكانها قيمة يعني المتغير هذا بيكون عنوان عندي للقيمة اللي بنخزنها في موقع الذاكرة اللي هو المتغير تاني شيء نبقى نمشو لي اسم المتغير اسم المتغير هو الطريقة الاعتيادية للرجوع إلى القيمة المخزنة وبالتالي يمكن أن تتغير هذه القيمة خلال تنفيذ البرنامج يعني احنا القيمة اللي خزنناها في موقع الذاكرة لما نبي نرجع لها القيمة هي بنرجع لها عن طريق المتغير اسم المتغير المتغيرات في البرمجة طبعا المتغيرات عندنا في الرياضيات وعندنا في البرمجة احنا بالنسبة للبرمجة اللي هو المتغير يمكن توظيفه في عمليات متكررة يعطي قيمة في مكان ما ثم يستخدم في مكان آخر ثم يعطي قيمة جديدة مرة أخرى ويستخدم بنفس الطريقة مجددا بمعنى أنه لما نبي ندخل متغير في الذاكرة المتغير هذا لو نفترض أنه اسم أي متغير سي أو اي بندخله في الذاكرة وبنعطيه قيمة لما بيوصل بعدين عندي فيه سطر برمجي بنقدر ندخل له قيمة تانية هذا هو اللي بالنسبة لي المتغير احنا متغير واحد ممكن انكرره أكثر من مرة أو ممكن تتغير قيمته هو المتغير نقدر نغير قيمته أكثر من مرة القيمة ممكن تكون قيمة واحد بعدين تتغير قيمة اثنين قيمة ثلاثة وهذا احنا عرفوه القدام لكن طبعا بالنسبة المتغير سمي بمتغير لأنه غير ثابت أو يحتوي على قيم متغيرة الفرق بين المتغير والمصفوفة المتغير هو يقوم بحجز موقع واحد في الذاكرة أما المصفوفة فهي أحد أنواع المتغيرات وتقوم بحجز أكثر من موقع متجاور في الذاكرة بمعنى المتغير بيخزني موقع واحد في الذاكرة يعني لما بنقول A تساوي 5 يعني هذا موقع في الذاكرة وخزنا فيه قيمة لما نقول B تساوي 6 إذن هذا متغير وخزنا فيه قيمة أما بالنسبة للمصفوفة نقدر أني نخزن مجموعة من القيم مجموعة من القيم بإسم واحد فقط يعني ولازم تكون متجاورة وحنوص طولها بإذن الله نمشوا واحدة واحدة أو نتابعوا خطوة خطوة باش نعرفوا المتغيرات شن هي وبعدين نعرفوا المصفوفة شن هي والفرق بيناتهم عندي المصفوفة حجز مواقع لمتغير في الذاكرة لو أنه قلت أن هذه هي الذاكرة لو إحنا أشرنا عليه الذاكرة اللي في الحاسب بالشكل هذا أنه عندي في الحاسوب الذاكرة بالشكل هذا وإحنا نبوشنين بنخزنه عدة قيم أو بنحجزه مواقع في الذاكرة هي كيف بتكون عملية حجز المتغير في الذاكرة نحن قاعدين في المتغيرات توك كيف تتم عملية حجز متغير في الذاكرة بداية لو نفرض أنه عندي الجملة جملة الحجز متغير اللي هي ذم A as integer ذم A as integer معناها قلنا له احجز لي المتغير A نوعه صحيح انتجر تعني صحيح هنا يطلبنا من الجهاز أنه نحن يخزننا أو يحجزنا يحجز موقع في الذاكرة ويسميه A والموقع هذا يكون نوعه انتجر طبعا حتى في المتغيرات نحن لازم نحدده النوع نحجزه الإمكان ونحدده نوعه اللي هو في الذاكرة طبعا بعد ما اعطينا الإعلام اللي احنا قلنا له احجزنا موقع اسمه A في الذاكرة ويكون نوعه انتجر اللي هو صحيح طول حجزنا موقع في الذاكرة A حجزنا موقع A في الذاكرة لو افترضنا عزائي الطلبة أن احنا بنعطوا قيمة للمتغير A نبقوا نعطوا قيمة للمتغير A عن طريق عملية الإدخال عندي هنا مثلا جزء أو جملة من البرنامج نبقى ندخل A بها قيمة اللي هي القيمة خمسة A بندخلها قيمة خمسة في حالة اني بندخل قيمة خمسة ليه؟ الذاكرة شو بنقول له هنا؟ اللي بنقول له اللي هو اعطيني خمسة أو حط لي خمسة في الامكان المخصص اللي هو A طبيعي ان احنا بعد ما احجزنا بعد ما احجزنا موقع وسميناه A قلنا له حطنا القيمة خمسة في الموقع A اللي مخزن في الذاكرة وطبعا لو لاحظوا هنا أعطنا خمسة لأنه خمسة عدد صحيح وإحنا قلنانا في أثناء عملية الحجز قلنانا لابد أن يكون نوعا صحيح انتجر يعني حددنا النوع متاع المتغير حددنا نوع قيمة أو عنصر المتغير قيمة المتغير في عملية الإخراج في حالة اني نبي نخرج بنقوم بعملية إخراج ونبي نخرج المتغير اللي عندي نبي نخرج عن طريق ممكن الشاشة نبي نخرج عن طريق الشاشة كيف نبي نقول لنا نبي نقول لنا print A هنا طبعا حددت عملية الإخراج print ليه عملية out عملية إخراج أو طباعة بيطلع على شيء المتغير A بيقوم بعملية إخراج المتغير A بقى إحنا عندنا شن هو A A اللي هو المتغير بقى شن مخزن فيه قيمة A بشن مخزنة عندي قيمة A مخزنة في الذاكرة بخمسة فإيضا طبيعي إنه هو شن بيطبعنا أو بيخرجنا عن طريق الشاشة يبي يخرجنا قيمة المتغير A وهي خمسة مش هيطلع قيمة تانية إلا خمسة لإن المتغير A بعد محجزنا في الذاكرة قمنا بإدخال قيمة خمسة ولما حاولنا إنه نخرجو الطريقة هي نخرجو العملية هي أو نخرجو القيمة اللي موجودة أو العنصر اللي موجوده مخزن في الذاكرة عندي بمجرد قلت لبرنت A طلعت لي طول قيمة A اللي هي بي خمسة إذن يمكن لنا حجز مواقع في الذاكرة لمتغير ما من أجل تخزين قيمة معينة يعني أحجزنا موقع في الذاكرة وخزننا فيه قيمة اللي هي الخمسة نكملوا بعملية حجز أخر اللي إحنا نتوه حاليا في المتغيرات نتوه حاليا في المتغيرات أحجزنا في المتغير اللي سبق اللي هو متغير وسمنا A وحجزنا فيه قيمة اللي هي خمسة حطناها فيه نحجز متغير آخر المتغير الثاني اللي هو عنا دم بي دم بي أز انتجر الدم طبعا هي المختصار لكلمة دايمنش اللي هو بعد وكذا بس هي تعتبر من جمل الحجز يعني لما بنحجز لابد أن نعرف الجهاز أنه بنحجز بيه جملة الدم بيحجز لي اللي هو متغير المتغير اللي هو اسمه B ويكون نوعه انتجر صحيح تمام أحجز لي موقع أحجز لي موقع في الذاكرة وسماه B طبعا زي ما قلنا هادي عندي الذاكرة متاع الحاسب وحنا أحجزنا فيما سبق موقع وسمناه A وخزلنا فيه اللي هو القيمة خمسة بعدين أحجزنا موقع تاني وسمناه B وتوه حاليا نبو نعطه قيمة للB قلنا له فرضا أن الB تساوي 8 بمعنى أوضع القيمة أوضع لي قيمة قيمة المتغير B في المكان المخصص أو المكان المحجوز في الذاكرة اللي هو اسمه B حطنا 8 إذن تلقائي يبي حطنا 8 في الموقع B أعلاش ما حطهاش في الموقع الأول إيه؟ لأن احنا أساسا من الأول قلنا لحطهانا في B وعطينا الB اللي هي قيمة أعطينا B اللي هي قيمة 8 طبعا الB زي ما قلنا متغير إذن 8 هذه متغيرة ممكن تكون أي رقم تاني بس إحنا حطناها توه هنا 8 وبيقوم بحجزها في الذاكرة وحجزنا الإمكان المتغير اللي هو الB وحطينا فيه القيمة اللي هو 8 في الموقع المخصص في الذاكرة بعملية الإخراج لما نقول لها أطبع لي B يعني بنقوم بعملية إخراج العنصر الثاني اللي هو B نبقوا نخرجوه اللي هو عن طريق الشاشة شون قلنا له هنا بقلنا له print B لما نقول لها أطبع لنا B شون بيطلعنا بيطلعنا الخمسة بيطبعها؟ لا يبي يطبع 8 لأن 8 هي العنصر اللي نبقى يطلحوا لي إذن المتغير هو عنوان للتخزين فئة الذاكرة مرتبط باسم رمزي وقد يحتوي على عدد معلوم أو غير معلوم من المعلومات أو ما يطلق عليه اسم قيمة يعني إمكان بنخزنه فيه في الذاكرة وبنعطوه عنوان اللي هو وبنحطه فسطة قيمة يعني لو نلاحظ أعزائي الطلبة الشكل متاع الذاكرة عبارة عن حجرات عبارة عن حجرات وكأن كل حجرة خصصنا لها قيمة معينة كل حجرة خطنا باية تمام باية القيمة هي اللي حطناها في الحجرات يفترض إن كل حجرة لها عنوان زي الفصول يعني الفصول عندنا كل فصل في المدرسة عندها اسم أعلاش باش إن المعلم والطال بيقدر يوصل للفصل هذا نفس الشي حتى إحنا هنا عندنا حجرات وكل حجرات عطناها عنوان اي بي اللي هو المتغيرات وكل حجرة حطينا فيها قيمة أو كل موقع حطينا فيه قيمة هذا بالنسبة لي المتغيرات نكملوا مع حجز عندي جملة أخرى بالنسبة لي الحجز وقلنا لها طبعا إحنا قاعدين لحد الآن أعزائي الطلبة نتكلموا عليه المتغيرات نتكلموا على المتغيرات كيف تتم عملية المتغيرات ومازال ما خشناش في المصفوفات قاعدين نتكلموا على المتغيرات كيف تتم عملية حجز المتغيرات هذا اللي ما سبق درسناه في سنة تاني تنوي عندي دمسي أز انتجر هنا عندي قلنا لها احجز لي متغير اسمه سي ويكون نوع انتجر من النوع الصحيح احجز لي موقع وسماه سي اللي هو موجود قدامنا في الذاكرة بعدين قلنا لها نفترض أن سي اعطناها قيمة ستة نفترض أن سي اعطناها قيمة ستة ونبقى نخزنه القيمة هي في الذاكرة حتى يتم إخراجها في التالي اخدنا ستة وحطها في الذاكرة اخذنا في الذاكرة طبيعي مش هيحطها لا في A ولا في B حطها في الموقع اللي تم حجزه اللي هو سي لأن احنا قلنا لحجز لي موقع اسمه سي وبعدين حطلنا فيها القيمة اللي هي ستة حجز لنا موقع سي وحطلنا فيها القيمة ستة لما نقول لها اخرج لنا البرينت اللي هي برينت سي اخرج لنا قيمة سي نبقى تستخرج قيمة سي من الذاكرة اللي بيكتستخرج قيمة C من الذاكرة طبيعي طلعنا ستة لأن احنا من الأول أحجزنا موقع وسميناه متغير C وبعدها الموقع هذا خصصنا قيمة معينة اللي هي ستة وقلنا له حطنا القيمة هذه في إمكان المتغير C وتوله لما نبو عملية الإخراج قلنا له أخرجنا القيمة اللي هي الموجودة في المتغير ستة الموجودة في المتغير C اللي هي ستة والمكان المخصص فيه الذاكرة اللي هي المكان المخصص اللي هو C فقام بعملية إخراج اللي هو الستة هنا عندي نقطة نبي ننوه أعليها اللي هي في حالة إنها وصل عندي هنا في أثناء تنفيذ البرنامج وصل لسطر برمجي وصلنا لسطر برمجي اللي هو وطلب منك إعادة إدخال قيمة C قيمة أخرى وأعطاك عليها اللي هي 12 قال كبير في حالة إن القيمة الأولى إحنا لدينا ستة بعدين قال لنا القيمة سيفي سطر آخر برمجي اللي هو قال لنا تعويض على القيمة أو إنه هو قال لنا القيمة ستة تو نبو قيمة اطناش باهتمام أهنا شنو يبي دير هل يبي حط القيمة اطناش مع الستة نشوفه تراح زي الطلبة فعلاً حط اطناش مع القيمة ستة أعلاش لإنه إحنا قلنا لنا من الأول حددنا للموقع وقلنا لنا موقع اللي نبو نخزنه فيه اللي هو سي اللي إحجزهونا الموقع في الذاكرة اسمه سي أو المتغيكون اسم المتغير سي وقلنا لنا حط لنا فيه إطناش باهتمام هنا حط لنا إطناش في الموقع سي اللي قبله كان موجودة ستة اللي هي عندنا موجودة هذه الستة اللي تمت اللي هي عملية إخراجها وهنا توا قلنا لنا اللي هو عندنا برنت سي الأولى وطلعنا ستة وحطانا بعدين قلنا لنا عوضنا على قيمة سي أو نبو تعويض آخر في سطر برمجي عن طريق اللي هو الإدخال نبو ندخله إطناش دخلنا إطناش في مكان الحجز سي حطنا القيمة إطناش بي في حالة هنا قلنا لنا أطبع لي وصل لي سطر برمجي قلنا لنا أطبع لي أو أخرج لي قيمة سي نبين نقوم بعملية إخراج القيمة سي على الشاشة هنا عزي طلبها شم بيطلع لي؟ هل بيطلع القيمة الأولى اللي هي ستة أو بيطلع القيمة التانية اللي هي إطناش حيطلع لي هنا القيمة التانية اللي هي إطناش وحيتجاهل ويهمل القيمة الأولى حيتجاهل ويهمل القيمة الأولى اللي هي ستة وبيحط لنا القيمة إطناش لأن شني يتعامل مع التحديث عملية التحديث اللي هي بيحط لك ديمة آخر قيمة موجودة هي اللي بيخرجها لك موجودة إذن المتغيرات في البرمجة يمكن أن يوظف المتغير في عملية متكررة تعطي قيمة في مكان ما ثم يستخدم في مكان آخر ثم يعطي قيمة جديدة مرة أخرى ويستخدم بنفس الطريقة مجددا زي ما عرفنا إذن هو متغير 1C أعطنا في بداية قيمة اللي هي 6 بعدين دخلنا القيمة 6 وقلنا لأخرجنا القيمة متاع المتغير C طلعنا 6 بعدين وصل في سطر برمجة آخر اطلبنا مننا عملية إدخال للقيمة أو المتغير C ويعوضنا عليه 12 فحطنا 12 بعدين ما قلنا لأطبعنا أو أخرجنا قيمة C أخرجنا القيمة 12 وليس 6 يعني هنا بيكون في عملية متكررة والعملية هي لو نعرفها في البرمجة اللي هي نستعملوا فيه جمل التكرار جمل التكرار اللي هي جملة 4Nixit جملة 4Nixit اللي هي لوبس الحلقات الحلقات لوبس اللي هي فيها جملة التكرار 4Nixit كل مرة نبندخل المتغير بندخله قيمة دخلنا للمرة الأولى قيمة اللي هي 6 بعدين دخلنا للمتغير قيمة تانية اللي هي 12 وهكذا نجو عندي حجز للمتغير اسمه D عندي متغير اسمه D وبنحجزوله موقع في الذاكرة هذه زي ما قلنا هذه ذاكرة الحاسوب عندي وحجزنا القيم الأولى اللي هي A و B و C وحطنا في القيمة القيمة الأولى اللي هي كانت في الموقع A اللي هو حطنا 5 والموقع التاني اللي هو المتغير اللي سمناه عنوانه كان اللي هو B وحطنا فيه القيمة 8 والموقع التالث اللي هو اسمه أو عنوانه C وحطنا فيه المرة الأولى قيمة 6 بعدين جددنا القيمة وحطناها مرة تانية اللي هي حطنا 12 وطلعانا هنين بنحجزوا الموقع اللي هو أرابع موقع اللي هو اسمه شني؟ اسمه D الموقع هذا اسماه D ويكون شني؟ يكون نوعه صحيح لو نلاحظ أعزائي الطلبة في كل عملية حجز لابد أنه نيني بنحدد نوع نوع العملية المدخلة أو نوع المتغير يهمنا جدا نوع المتغير لازم نحدده نوع المتغير وأنا هنا قاعد نقوله أنه هو انتجر فلهذا نبدأ ندخل المتغير من النوع الصحيح حجز لي موقع في الذاكرة وسماه اسم D حجزنا موقع في الذاكرة وسماه D بعدين قلنا لهنين الموقع هذا D حطنا فيه القيمة 16 أي إن المتغير D اللي موجود في الذاكرة أو العنوان اللي موجود في الذاكرة للموقع اللي هو اسمه D نبو القيمة 16 فيه حطنا القيمة 16 إذا نحن قمنا بعملية إدخال قمنا بعملية إدخال درنا حجز وبعدين دخلنا عملية إدخال بعد الحجز اللي هي 16 نقوم بعملية الإخراج لما نقوله لبرنت D نبين نخرج القيمة اللي كانت مخصصنا عندي في الـ D إذا شم بيطلع لي؟ هل بيطلع لي 5 أو 8 أو 12؟ لا إذا بيمشي طول المكان المخصص اللي هو D وبيطلعنا مننا القيمة اللي هي 16 وفعلاً طبعنا 16 أهني لاحظوا إذن اسم المتغير اسم المتغير اللي هو السي والدي اللي هو الأي والبي والسي والدي هما المتغيرات اسمهم هو الطريقة الاعتيادية للرجوع إلى القيمة المخزنة يعني إننا منبي أي قيمة موجودة عندي إذا كانت 5 أو 8 أو 12 أو 16 بنرجع لي شني؟ للعنوان عنوان المكان المخزن وعنوان الموقع المخزن في الذاكرة اللي هو المتغير اللي هو المتغير وبالتالي يمكن أن تتغير هذه القيمة خلال تنفيذ البرنامج يمكن أن تتغير هذه القيمة خلال تنفيذ البرنامج هنا عندي سؤال السؤال اللي هو هل نستطيع أعزائي الطلبة تخزين أسامي ألف طالب في مدرسة عندي مدرسة بها ألف طالب هل نستطيع تخزين اسم ألف طالب مع تخزين درجات كل طالب في كل المواد عن طريق المتغيرات أكيد الجواب لا لأن هنا علاش كل طالب بنعطي اسم متغير طالب A وطالب B وطالب C زي ما احنا اخذنا في الشرح أهواء أن كل متغير هو يعتبر عن طريقة عنوان هو عنوان المتغير عبارة عن عنوان وهنا كل متغير يقبل قيمة واحدة فقط يعني هنا بنعطي كم متغير بنعطي ألف متغير والدرجات اللي هي لألف طالب كل طالب عندك كم من درجات في جميع مواده يعني بيكون الكم هائلة هنا فلهذا الطريقة أو هنا عندي المشكلة محلولة عن طريق المصفوفة هنا بنستعمل المصفوفة لأن المصفوفة تب تقوم بحجز مجموعة من المواقع وبنعطيها اسم متغير واحد فقط إذن هنا المصفوفات عندي تعريف المصفوفة شن هي المصفوفة؟ قلنا هي عبارة عن مجموعة متجاورة من المواقع في الذاكرة تحتوي على عناصر من نفس النوع المتغير 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 بيحجز موقع واحد فقط في الذاكرة أما بالنسبة للمصفوفة هي طبعا تعتبر جزء المصفوفة جزء من المتغير ولكن تحجز مجموعة مواقع مجموعة مواقع إذن هنا المصفوفة هي عبارة عن شن هي؟ مجموعة متجاورة من المواقع في الذاكرة مجموعة متجاورة من مواقع في الذاكرة بنفس الشكلة هو عندي مجموعة متجاورة في الذاكرة طبعا الشرط الأساسي الشرط الأول والأساسي في المصفوفة أن يكون المواقع متجاورة أما بالنسبة للمتغير لا المتغير ممكن تكون حجزنا موقع في الذاكرة يكون هنا وممكن يحجز الموقع الثاني يكون هنا لكن من شرط المصفوفة أن المواقع تكون متجاورة بجنب بعضها البعض المواقع الشرط الثاني أنه لابد تحتوي على عناصر من نفس النوع لابد أنه تكون هذا طبعاً تاني شرط للمصفوفة لابد أنه تكون العناصر امتحها نفس النوع يعني لما بنقول المصفوفة هذه انتجر يعني أعدادها وكلها صحيحة لما بنقول المصفوفة هي نوحها إذن الأرقام أو الأعداد الموجودة فيها كلها كسرية لما نقول string إذن تحتوي على قيم نصية فلهذا نقوله أعزائي الطلبة تعريف المصفوفة هي عبارة عن مجموعة متجاورة من المواقع في الذاكرة تحتوي على عناصر من نفس النوع حجزنا مجموعة مواقع ويكون نفس النوع وهي طبعا لابد أن هي تكون متجاورة أما زي ما قلنا المتغير يمكن أن يكون موقع المتغير A في الذاكرة بجوار موقع المتغير B ويمكن أن يكون متفرق نبكري لما شرحنا شو نقولنا سابقا نقولنا أنه كان هنا حجزين الموقع A بعدها نحجزنا الموقع B في جنبه هنا نقدر نحجز A يكون هنا والB يكون هنا يعني تكون شيني لأماكن متفرقة هذا بالنسبة للمتغير أما بالنسبة للمصفوفة فمن شروطها أن تكون جميع المواقع متجاورة جميع المواقع المخزنة في الذاكرة متجاورة وتكون من نفس النوع عندنا مثال احجز خمسة مواقع لمصفوفة تسمى F من النوع الصحيح هذه مصفوفة اسمها F فيها كم موقع؟ فيها خمس مواقع نجو نشوفه هذا الموقع الأول هذا اسمها F المصفوفة حجزتنا الموقع الأول الموقع الثاني الموقع التالت الموقع الرابع الموقع الخامس إذن شيني عندي؟ عندي خمس مواقع خمس مواقع في المصفوفة اللي هي اسمها F بينما سابقاً كنا ال-F هذه في المتغير ال-F المتغير اللي شرحناه سابقاً كانت تحمل موقع واحد فقط في الذاكرة زي ال-A وال-B لكن هنا عندنا اللي هو ال-F تحمل خمس مواقع في الذاكرة خمس مواقع في الذاكرة هذا الموقع الأول وهذا الموقع الثاني وهذا الموقع الثالث وهذا الموقع الرابع وهذا الموقع الخامس إذن خمس مواقع موجودة في الداكرة أشكال المصفوفة أشكال المصفوفة عبارة عن سلاسل أفقية يأما تكون شكل المصفوفة سلسلة أفقية بالشكل هذا أو تكون عبارة عن سلسلة عمودية بالشكل هذا ولو اللحظة حتى يما وقحها متجاورة أو تكون عبارة عن مجموعة من الصفوف والأعمدة لو اللحظة هنا عندي مجموعة من الصفوف والأعمدة هنا عندي صف واحد وهنا عندي عمود واحد أما في الشكل هذا عندي عمود 2-3 عندي صف 2-3-4-5 نجو نشوفوا أنواع المصفوفة عندي مصفوفة ذاتها بعد ومصفوفة ذاتها بعدين الشكل هذا اللي هو السلسلة الأفقية هذه مصفوفة ذاتها بعد السلسلة العمودية من المواقع المتجاورة هنا في الداكرة بالشكل العمودي هذه مصفوفة بالشكل العمودي اللي هي مصفوفة ذاتها بعد واحد كيف يتم عملية الحجز زيتوى عندي بالنسبة لي السلسلة الأفقية فها عندي الموقع الأول الموقع الثاني الموقع الثالث الموقع الرابع وعندي الموقع الخامس عندي خمس مواقع في السلسلة الأفقية هذا خمس مواقع في السلسلة الأفقية خمس مواقع نجو لي السلسلة العمودية عندي هذا الموقع الأول عندي الموقع الثاني عندي الموقع الثالث الموقع الرابع والموقع الخامس والموقع السادس إذن شن عندي؟ عندي ستة مواقع هنا عندي ستة مواقع محجوزة في الذاكرة وهنا عندي خمسة مواقع في الذاكرة اللي هي في السلسلة الأفقية من المصفوفة تبعد وهناي عندي في الشكل العمودي أو السلسلة العمودية عندي ستة مواقع موجودة في الذاكرة إذن المصفوفة تبعد الواحد وهي التي يتم تحديد عناصرها في جملة البرنامج باستخدام دليل فهرس واحد إذن هنا عندي فهرس واحد وهناي عندي فهرس واحد اللي هو الفهرس واحد اللي هو اتجاه اللي هو المصفوفة هذا داتا بعد داتا بعد تعني فهرس واحد متغير واحد زي ما قلنا نبكري إف وهناي عندي هذه المصفوفة تانية اللي هي لها اسم متغير واحد اللي هو عندي مثلا نقول بي تمام أما بالنسبة نجو لي المصفوفة بالشكل هذا لو نلاحظ عندي هنا العمود الأول وعندي بعدين بعدها قالي هو العمود الثاني وعندي العمود الثالث وعندي هذي طبعا شيني عندي هنا ثلاثة أعمدة ثلاثة أعمدة طبعا لما نحددوا الأعمدة والصفوف باش نبي نحدد المواقع الموجودة الشكلة هو من المصفوفة داتا البعدين لا يتم تحديد عناصرها إلا في وجود الصفوف والأعمدة نعطي أدلة للصفوف والأعمدة باش نوصل للموقع نجو للصف عندنا الصف الأول عندنا الصف الثاني والصف الثالث والصف الرابع وعندنا الصف الخامس إذن عندنا خمس صفوف تمام هنا المواقع كم عندي موقع في المصفوفة داتا البعد الواحد اللي بشكل أفقي عندي خمس مواقع المصفوفة اللي بالشكل العمودي كم عندي فيها موقع عندي ست مواقع بالنسبة للمصفوفة الشكل هذا اللي هي فها صفوف وفها اعمدة اللي هي ذات البعدين اللي هو لما اقوله ذات بعضين اللي هو صف وعمود كم فها موقع اللي هو نقوم بضرب عدد أو آخر دليل فيه الاعمدة بآخر دليل فيه الصفوف اضربنا خمسة في الثلاثة اللي هي خمسة صفوف في الثلاثة اعمدة اعطاني خمسطاش إذن المصفوفة فيها 15 الموقع وهكذا أعزائي الطلبة وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم دمتم في رعاية الله وحفظه إلى أن نلتقي في درس جديد كان معكم أنا أعليم مختار الغنيمي مفتش تربوي السلام عليكم